اخواني اخواتي سلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا قناة المهندس بولدين جالجيريا اليوم حبيت نتكلم على موضوع مهم جدا وموضوع يعني لطال امده هو موضوع قضية فلسطينية ومستقبل قضية فلسطينية في ظل المستجدات التي طرأت في الاعوام الاخيرة ومنها انهيار المبادرة العربية لتع 2008 التي تقررت في قمة 2008 في لبنان والتي طراحت فكرة الارض الحدود في حدود 1967 مقابل التطبيع مع دول العربية مع اسرائيل والتي رفضتها اسرائيل ما ما زلت ترفضها ولكن حتى المبادرة كانت قائمة الى يومنا هذا لكن انهارت بعد الشرخ اللي جارت في الصف العربي وتطبيع الذي وقع بين امارات والاسرائيل وكذلك بين البحرين وبعض المبادرة شخصية من دول اخرى اذا مبادرة السلم التي اطلقتها جميع الدول العربية انهارت وتكذلك الآن بعد خسارة خسارة رئيس دونالد ترامب في امريكا ما هو ما اصير تطبيع هذا لان تطبيع هذا الى الدول العربية واسرائيل كنتيجة للمبادرة ترامب في حالة قضية الشرق الاوسط ويعني بطريقة مفاوضات تنائية بلاتيرال بين اسرائيل دول العربية كل الدولة على حدة فاذن الان الهيئة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية اصبحت وجدت نفسها في حالة امر الواقع يعني اصبحت هي المعني الاول بالقاضية الفلسطينية في شرق الاوسط لكن ضيعت كل مبادرة المسؤولين الفلسطينيين ما عند عندهم حتى كلمة في الحل وفي المستقبل انتعى الفلسطين وفي الواقع يعني لو كنا نروح للارض الواقع الدولة الفلسطينية ما عادش عندها امكانية للوجود بحيث ان المستوطنات اتت على كل الاراضي الفلسطينية حتى داخل الضفة الغربية ما عاد قطع غزة وقطع غزة اصبح كسجن كبير وكان انفسار كبير ما بين جغرافيا اولا ما بين قطع غزة والضفة الغربية وتانيا الشرق كبير كذلك بين المسؤولين في قطع غزة والمسؤولين في قطع في الضفة الغربية ما كاش تفاهم ما كاش سياسة موحدة اصبحت يعني حتى الدولة الفلسطينية في المعطايات المعطايات اللي كنا نعرفها لم تعد قابلة للوجود فاذا لا بد من حولو الاخرى خاصة بعد ذهب رئيس ترامب وفارقه اللي كان كان عنده مخطط لازم يكون فيها لازم هي في الحقيقة المخطط اذا اه وجد لا بد ان يكون اه مخطط قابل للتنفيذ ما نديرش مخططات اه اللي ما يقبلها يقبلها طرف ويرفضها طرف الاخر ولا العكس لا بد ان ندير مخطط اللي يكون مقبول قابل للتنفيذ ويخدم اه مصلحة كل الشعوب المنطيقة بما فيهم شعب اه اسرائيل لان الارض هذه ارض مقدسة هي ارض الانبياء وكل الديانات عندها حق في هذيك الارض يدن اه لكن اه لازم تكون ما تكونش على حساب اه القاضية الفلسطينية وقاضية والمسلمين بصفة عما كما قال اه الله يرحمه الامام الغازالي اللي كان في الجزائر اه واش قال قال لهم قاضية فلسطين ماش قاضية ارض ماش قاضية سخيط استعمار هي قاضية مقدسة هي الارض 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 هي قاضية الارض التي اه كما قال الله تعالى في في محكم كتابه والتي بارك والمسجد الاقصى الذي باركنا من حوله يعني هذا المكان مبارك من عند الله فهو اذا ارض مقدسة وهذه وهذا هو المعنى الحقيقي للقاضية الفلسطينية واللوب انتع القاضية الفلسطينية يعني معناه ان القاضية الفلسطينية مش قضية العرب مش قضية عربية هي قضية اسلامية قبل ما تكون قضية عربية وعلى المسلمين كلهم ان يعملوا لاجاد حل لهذه القاضية القاضية الشائكة وانا الان يعني اه حبيت نطرح واحدة الفكرة لحل القاضية الفلسطينية وان شاء الله تلقى يعني تلقى تلقى القبول من كل الاطراف وهي ان الحل الدولتين اصبح غير ممكن غير ممكن لان الاراضي المحتلة اه في كل مكان وهذا كلي طاقريار كنصونا بالي طاقريار غير قبل للعيش اذن الحل هو اه يكون حل بثلاثة دول عواض ان يكون ثلاثة دول يكون ثلاثة دول وهي اسرائيل بحدود سبعة وستين و اه قطع غزة الدولة التانية هي غزة بالحدود اللي معروفة الان وحتى وتضم جزء من اه من اه من اه من اه من اه مصر اه حتى تكون مدينة غزة اه و القطعنة غزة يكون المتاكامل ثم الدولة التالية هي اه ضفة الغربية وعظيمتها اه القدس الشرقية بين ثلاث دول اسرائيل غزة و اه ضفة الغربية وهذه الثلاث دول قابلة للعيش تقدر تقدر تكون بطريقة هذه اعلاش اولا المشكلة لكن انت على هذاك العدم الموافقة بين بين حماس في اه غزة ومنطمج به التحرير في قطع في الضفة الغربية ما يعيش عنده اثر لان هذه الدولة مستقلة وهذه الدولة مستقلة و كذلك الدولتين يكون قابلين للعيش لان الدولة في قطع الضفة الغربية اه يعني بعض الكائن بعض المستوطنات فيها ممكن يكون فيه تبادل الاراضي ما بين قطع غزة اه ما بين الضفة الغربية واسرائيل يكون فيه بعض التبادل انت على اه الاراضي مش صعيب كتير ويكون اه هذا الحل هذا تحت اشراف اه منظمة الامم المتحدة ويكون كذلك اه فيه بنود اه اعتراف اه وتطبيع اه العلاقات بين قطع غزة ودولة اه ضفة الغربية واسرائيل وننتقل الى الى مستوى اخر من العلاقات اه تكون فيها علاقات تجارية واقتصادية وما الى ذلك والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة